لأي حد ياخده بـ 14 مليون جنيه لو كانت لأي يخد حاجة بـ 14 مليون جنيه كنت هتلاقوا دي الأصوات ايه؟ شو عايز أقول لكم؟ يعني حاجة كمان وعشرين في المية من عائد بيعه ويعني فريق الإعداد بيقول لي يعني في البيع مستقبلا لعيب كويس لكن لما تيجي تكارن محمد عنطر بعبدالله السعيد تكارنه بإسلام محارب حاجة جميلة جدا تكارنه بأحمد حمدي بصلاح جمعة بكريم ندفد ميدو جابر عمر بركات حمودي مؤمن زكريا وإحمد الشيخ المعارين وباكو كمان فخلاص نقفل بقى الموضوع ده ولا نتكلم فيه تاني زي ما انتوا عايزين احنا معاكوا عاديين لسه معاكوا ساعتين لو عايزين نتكلم فيه تاني نتكلم فيه تاني ونسني ونشيد بدور الرائع المحب الناد الأهلي المهندس عدلي القيعي اسمه لوحده كفاية طيب قالك في اليوم السابع نجح محمد عبدالغني مدافع فريق الزمالك الجديد المنضم حديثا للفريق الأبيض قادما من افسي مصر في استعادة العقود التي وقع عليها من النادي الأهلي قبل اندمامه للفريق الأبيض وعقد محمد عبدالغني بصوا الكلام وعقد محمد عبدالغني طبعا اليوم السابع طبعا جرنان هايل طبعا ويعني حاجة فيه مصداقية لكن اكيد ليه مصدر جابه منه والمصدر هو قالي الكلام ده عقد محمد عبدالغني جالسة مع عصام صراج مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي ليطلب منه عقود أو ليطلب منه عقود وقالت وقع القلع الحمراء واختره بانتقاله لنادي مصر المقصل يمنحه عشان يروح نادي الزمالك يعني طيب عصام صراج الدين بقوله والله يا العظيم تلاتة يا جماعة أنا ما شفت محمد عبدالغني ولا قعدت معي شكرا على كده فيعني بدر قوي لما نقعد نقول يا جماعة عايزين نتعاون وعايزين بدر قوي الكلام ده وإحنا قلنا يا جماعة وإحنا قلنا يا جماعة يا جماعة تاني تاني الصفقات ما هي إلا وسيلة لتحقيق إيه غاية الغاية بتاعتنا هي إيه البطولات البطولات عندنا فين في الدولاب والدوري عارف مكانه وعارف بيته وعارف عنوانه وعارف دولابه زائد الكاس زائد أفريقيا حاجة ما شاء الله فمش عايزين بقى نقعد نطور في الموضوع نحن بنجيب الصفقة عشان نحقق بيها غاية مش بنجيب الصفقة عشان نقعد نطبل والهندل يلا ويعني لازم فعلا نتحرق بذكة شوية في إيه الأخبار بتاعتنا وأكيد طبعا النادي الأهلي بكل اللي فيه أكيد مش هيقولوا إحنا ما قعدناش مع العيب وهم قعدوا معاها أكيد الكلام ده عاري تماما من الصحة دي كانت أهم المحاور اللي كنت عايز أتكلم معاكم فيها في الأول بس الأخبار اللي كنا منتكلم فيها أنا معاكم جدا نادي الأهلي في حاجة إلى مساكين إن شاء الله نادي الأهلي قريبا جدا هيعلن عن انضمام مساكين من العيار السقويل للنادي الأهلي اللي هو حتى لو لعب من غير مساكين الحمد لله روحه لوحده بتكسب أي حد طيب نروح بقى لمشروع الكابتن الأسطورة كابتن محمود الخطيب أو برنامج العائلة اللي بدأ تنفيذه من اليوم عندنا طبعا أكيد الكابتن محمود الخطيب عايز يطور كل مؤسسات النادي الأهلي في جميع الفروع عشان كده هقول لكم المشروع اللي عمله النهاردة أو يعني وقع عقوده النهاردة حاجة جميلة جدا كابتن محمود الخطيب في دماغه تطوير كل المؤسسات في مختلف الفروع في دماغه طبعا حلم الجمهير الأهلوية اللي كل بيعمل على إسعادها وعلى إرضاءها وهو استاد النادي الأهلي إن شاء الله كمان هيكون قريب جدا نتعرف تفاصيل أكتر أيضا كمان كل الجمهير بتسأل عن تطوير قناة النادي الأهلي إن شاء الله إن شاء الله كل حاجة إن شاء الله هتكون في طريقها الصحيح بإذن الله طيب أقول لكم على الجديد اللي حصل النهاردة إن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الأسطورة الكابتن محمود الخطيب وقع ظهر اليوم بمكر النادي بالجزيرة ببروتوكولا للتعاون مع جهاز المشروعات للخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع قدام حضراتكم الصور في التقرير قدام حضراتكم يعني حاجة جميلة جدا لما تتعامل مع جهاز ما بيهزرش في شغله ما بيهزرش في موعده مع نادي ما بيهزرش في وعوده هتلاقي النتيجة كلها إن شاء الله إيجابية بنسبة أو بنسبة لا تقل عن 90% وإن كانت 100% بإذن الله شهدت فعليات أو قام بالتوقيع من جانب نادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ومن جهاز المشروعات للخدمة الوطنية اللواء السيد اللواء طه سيد بدوي مفوض جهاز المشروعات شهدت فعليات التوقيع من مجلس إدارة الأهلي الأستاذ أو شهدت فعليات التوقيع الأستاذ العمري فاروق نائب الرئيس وخالد درندري أميل الصندوق وطارق أندير ومحمد الجرح والمهندس محمد صراج الدين أعضاء المجلس والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي والمهندس سامح كامل مستشار الإدارة الهندسية بالنادي الأهلي فيما ضم وافد جهاز المشروعات كل من المهندس خالد طه مدير المشروعات بالإضافة إلى استشارية الجهاز الدكتور أيمن عشور عميد كليات الهندسة جماعة عين شمس والدكتور شادي الزيني بكلية الهندسة جماعة الزقازيق بالإضافة إلى المهندس محمد حسين من المكتب الفني للجهاز والمهندس أحمد عبد الله منصق الجهاز أسماء كبيرة جدا ده كترة يأتي توقيع البروتوكول في قطوة جدة من مجلس إدارة النادي الأهلي للتعاون مع جهاز المشروعات الوطنية للقيام بتطوير كافة منشآت النادي في الفروع السلاسة في إطار خطة المجلس للاهتمام بالبنية التحتية وتطويرها وأن تكون هذه المنشآت في صورة طليق بالأهلي والتعبير عن شخصية وتاريخ وبطولات هذا الكيان الكبير على مدار أكثر من 110 سنة هذا فضلا عن السقة الكبيرة التي يتمتع بها جهاز المشروعات الوطنية والذي يضم كوكبة من الكفاءات بجانب قدرته العالية على الإنجاز في وقت قياسي ودي أهم حاجة في هذا الجهاز بصراحة هذا ومن المنتظر أن يعلن أو يعلن النادي في فبراير المقبل عن المنشآت التي يقوم جهاز المشروعات الوطنية بتطويرها ده كان الخبر المفرح لجمهير النادي الأهلي إن شاء الله زي ما حضراتكم شايفين ده كان إجراءات أو مراسم توقيع بين مجلس إدارة النادي الأهلي وهذا الجهاز العريق يعني اللي فعلا بيوعد وينجز في أقل وقت طبعا وعارفين طبعا إن كل أعماله حاجة ما شاء الله يعني حاجة تفرح جهاز أو مشروع الخدمة الوطنية للنادي الأهلي دي قدام حضراتك الصورة الكابتن محمود الخطيب واللواء طه سيد بدوي مفوض جهاز المشروعات إن شاء الله وطبعا شايفين السيد العمري فاروق وكل أعضاء مجلس إدارة أو رئاسة الأسطورة بيبو قدام حضراتكو توقيع الكابتن محمود الخطيب في أولى تنفيذ برنامجه الانتخابي برنامج العائلة اللي وعد به وإن شاء الله هيوفي بكل الوعود اللي وعدها لأعضاء وجماهير النادي الأهلي وده كمان توقيع أهو قدام حضراتكو دي مرسم التوقيع كلها ده السيد اللواء طه سيد بدوي مفوض جهاز المشروعات النادي الأهلي يا جماعة يعني لما أتعاقد مع كيان كبير بحجم القوات المسلحة حاجة تفرح إن شاء الله يعمله كل الجماهير طلبها طيب نروح بقى الخبر تاني في